النهاردة ان شاء الله هنتكلم على المحضرة رقم اتنين اللي هي ضريبة المهن الحرة وطبعا كانت المحضرة الاولانية قبل كده هي ضريبة المرتبات المرة دي ضريبة المهن الحرة تعريف ضريبة المهن هي ضريبة تفرد على ارباح المهنين زي الاطباء المهندسين المؤهدين اللي لهم مكاتب او عيادات خاصة به هنكلم الوقت على كيفية تحجيل وعاء الضريبة يعني بمعنى ايه الارادات الخضعة للضريبة في قيمة زي اللي انتوا شايفينها قدامنا احنا بنلتزم بيها بنحط ارادات المهنة فقط وانها لازم تكون محصلة سواء في حقاق الداخل او خارج مصر وهنقول بالتفصيل عليها في الملاقظة وبنضيف عليها الارباح الرقسمالية اللي هي نتجة من بيع احد اشيل السبتة وبنضيف عليها ارباح التأليف او ايه ارباح التجريب اللي هو اذا كان لزرب مهنيين جدد او خلاف ذلك بجمع هذه الارادات فبطلع اجمال الاراد بتاني بخص منه ايه تكاليف المهنة فقط ولازم تخص ايه السنة سواء اتحققت داخل او خارج مصر لان طالما خدت الاراد داخل او خارج مصر اذا المصروفات هل تتتعلق بالمهنة داخل او خارج مصر بنقارب من رقمنا المدفوع وعشرة في المية من الصافي ايوهما ايه اقل بعد كده التبرعات الشخصية زي الزكاة دي ما تنحطشش ضمن ايه التكاليف دي اول حاجة بعد كده بروح خصمة مقابل المعاش اللي هو اذا كان بيفدد مقابل المعاش في النقابة اتابع ليه زائد اقصاد تأمين على الحياة بس اللي كنين دول بقارنهم المدفوع او 3000 جنيه ايهما اقل هناخد ملاحظات على القايمة دي اول ملاحظة اللي هي ما المقصود بارادات المهنة هي الارادات اللي متعلقة بمهنة هذا المهن اذا كان محاسب اذا كان مهندس اذا كان طبيب فمثلا لو طبيب يبقى اتعاب كشف بالعيادة اتعاب عمليات جراحية اتعاب استشارات طبية وهكذا اه تاني حاجة المفروض ان تكون هذه الارادات محصلة بالفعل وبغض النظر انها تخص السنة دي او السنة اللي فاتت او اللي جاية فمثلا لو حصل احد الاطباء على 120 الف جنيه هذا العام اه منهم جزء يخص العام الصابق اللي هو 15 الف وجزء بيخص العام القادم اللي هو مقدم افاعات فما هو الارادة اللي هيخضع اللي هو 120 الف جنيه فقط 120 الف جنيه بالتاني تاني حاجة ان انا بتكلم على اني اني هذه طلامة المركز الرئيسي في مصر فاذا جميع الارادات اللي هو حصل عليها سواء من داخل او خير مصر فلو انا مثلا قلت ان فيه 80 الف جنيه ارادات محصلة منها 20 اتعاب عملية بالسعودية فهذا 80 الف تتحق بالكامل بعد كده اللي انا بتكلم على ارباح بيع اصلي ثابت اللي هو ثمن البيع ناقص التكلفة ثمن البيع ناقص التكلفة يطلع لايه الربح هذا الربح ده اللي يخضع للضبطات اه بكلم على التكاليف لازم تكون تكاليف تخص المهنة زي مرتبات العاملين زي الايجار زي الاهلاك اه زي ثمن كتب علمية اه طب فيه مصروفات مشتركة ما بين العمل وصاحب العمل زي مصاريف السيارة طب جيه بعملها ازاي فقال لك جيه والله بتقسمها الجزء اللي يخص العمل هو ده اللي هيعتبر من التكييف والجزء الاخر الشخصي لا يعتبر من التكييف وجرى الارف انها بتتقسم بنسبة تلتين لتلت يجب طبعا ان المصروفات دي بقى غير الارادات فهي ده مرتبات العاملين لازم تخص السنة انا مليش دعوة بقى ما حاجش ايه هنقوله لا ما تتفقد مش هتاخد ايه المرتبة فاذا المصروفات لازم تخص ايه السنة تخص ايه السنة فيه بقى نقطتين اللي هو ارباح تأليف وترجمة الكتب سواء العلمية او الثقافية وكده فديه معفية من الضريبة بشرط عدم اخراجها فيه صورة صوتية او مرئية يعني ما تتبعش للازاعة او التلفزيون او الفضائيات فهي بتبقى كتاب وبيتترجم او بيتقلب وبيتحط فيه المكاتب العامة فاذا هزيه ما فيش حد بيشتري فالرادات دي ايه بتبقى معفية تاني حاجة ارباح تأليف الكتاب الجامعي ده بيتعفي برضو يعني ما تحطش ضمن الالادات بقى على شرط انها تكون هزيه الكتب مخصصة للطلبة ومتقى تبقى للاسعار اللي هي حد ديها الجامعي اشتركوا في القناة